اشتركوا في القناة في تعزيز اهداف الرياضة وانماط الحياة الصحية ومفاهيم الثقافة الرياضية الصحيحة مما يساعد على تحسين صحة الافراد وتنمية المجتمعات واكد انسموه على اهمية الدفع باسهماتها وتعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الرياضية للعمل نحو تحقيق المزيد من الارتقاء والتطوير في مستوى الرياضة لتحقيق المزيد من الانجازات في مختلف المشاركات التي تعزز الحضور البحريني على الخارطة الرياضية القرية والدولية وقد أثنى سموه على عطاء مالك الصلاة صالة إليمنتس السيد علي سين منفردي في خدمة الرياضة البحرينية عبر افتتاح هذه الصالة الرياضية متعددة الأغراض والتي ستساهم في دعمها لرياضتها للرياضة عبر احتضان المواهب الرياضية في مختلف الألعاب ولسيما الرياضات القتالية واللياقة البدنية وتهيأ الأجواء الملائمة للرياضيين في الإعداد الأمثل قبل خوض المشاركات المختلفة وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة سعداء بافتتاح صالة إليمنتس والتي نأمل أن تكون إضافة جديدة تدعم الرياضة في المملكة ونشيد بجهود مالك صالة إليمنتس السيد علي سين منفردي الذي يعد نموذجا للرياضي المميز الذي استطاع يشق طريقه للنجاح في رياضة الجوجيتسو وأن يقدم فيها الكثير من الجهود الكبيرة التي ساهم من خلالها في تحقيق الإنجازات المتواصلة في هذه الرياضة ورفع اسم وعلم مملكة البحرين في مختلف المحافل والبطولات متمنين له كل التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية ترجمة نانسي قنقر